يقول لك آه فيه حاجة اسمحت واق طب هاتهنى في القانون إبراهيم الحقيقة مبارح كابت إبراهيم فهي سأله سؤال رائع قال له طب هاتهن يعني هاتلي نص القانون أنه بيقول فيه حاجة اسمحت واق قال له روح القانون يعني والله بجد يعني حاجة يعني بصراحة تخليني أبقى يعني مش قادر أتكلم والله اللي ما يعرفشي كابتن عصام عبد الفتاح لازم تبقوا حضراتكو عارفين بجد والله لازم تعرفوا أسمات الشخصية لهذا الرجل أسمات الشخصية لهذا الرجل هو رجل محترم جدا ومنضبط وحاسم وحاد وكل حاجة فأنا مستغرب جدا 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 ما هو ده أنا عارف كابتن عصام عبد الفتاح ده اللي هو الرجل اللي أنا بتكلم عنه رجل المنضبط الكذا 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 وبلاقي تصريحات غريبة جدا جدا لا طليق باسم كابتن عصام أصلا أصلا يعني أنا والله يستعبار والله يعني أنا بشوفه رجل حكم له تاريخ كبير جدا وكل حاجة وحكم كاس عالم وكل حاجة ولكن بالمنظر يعني بالتصريحات دي خلي بالحضراتك أنا بنتقد أداء رئيس لجنة الحكام ما ليش دعوها باسمه لكن لأن الناس بتخلط وبيروحوا لكن أنا والله ما فيه أي شخصانة بالعكس ما حدش بيكلم عن هذا الرجل المحترم زي ما أنا بتكلم عنه باحترام لكن يعني يا كابتن عصام كل يعني يا كابتن عصام عبد الفتاح رفقا بتاريخ كابتن عصام عبد الفتاح والله بجد والله يعني مش كده يا كابتن عصام مش كده الكلام التصريحات حضرتك الفترة اللي وقفت فيها عن التصريحات الدنيا كانت حتى لو فيه أخطاء وبنطلع نتكلم فيها ما كانتش الدنيا بتبقى بهذا الشكل ما تسيب الناس يا كابتن أو حط متحدث أو اعمل أي حاجة تانية يا كابتن غير إن حضرتك تطلع تتكلم تقول الاحتواء فابراهيم بصراحة زي ما بقول لحضراتكم سألوا سؤال رائع قالوا طب فين في القانون النص اللي بيقول هذا الكلام قالوا ده روح القانون زي ما قلت لحضراتكم روح الحلقة روح البدلة يا جماعة مش كده